موسيقى مرحبا بكم في ألمانيا يسري التالي يجب أن لا يفشل التعليم العالي بسبب المال لذلك لا توجد رسوم دراسية في الجامعات الألمانية إضافة إلى ذلك هناك طرق أخرى لتمويل التكاليف الدراسية البافوك أو المنح الدراسية البافوك هو قرض يجب تسديد نصف قيمته بعد التخرج هناك المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع في دائرة شؤون الطلبة في الجامعة هناك يمكن التقدم للحصول على هذا القرض الدراسي هناك طريقة أخرى للتمويل وهي المنح الدراسية تتكون المنح هنا من منح لمرة واحدة أو منح دائمة أثناء فترة الدراسة وهنا يتوجب أيضا على الطالب تقديم طلبه للحصول على المنحة فعلى سبيل المثال يقوم طالبي المنح الألمان بتقديم طلباتهم للجامعة نفسها بينما يقوم باقي الطلبة بتقديم طلباتهم في هيئات أو مؤسسات معينة أخرى هذه لمحة أولية عن المنح الدراسية في ألمانيا وستليها معلومات إضافية أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر